اهلا بكم يا شباب. في حد بيسألني بيقول لي هو امتحان البي ام بي بيكون بناء على ايه? الاجابة ان هو بيكون عبارة عن او وفقا لي يبقى الامتحان بيكون طبقا لي اجزاميناشن كونتينت اوتلاين باختصارها اي سي او هو عبارة عن مجموعة من العناصر اللي هنبدأ نشتغل عليها وكل حاجة ليها وزن يعني الدومين الخاص بي البيبول او الاشخاص ده نسبته اتنين واربعين في المية من الامتحان والدمين الخاص بي البروسيس او المجال او العمليات ده خمسين في المية من الامتحان والمجال التالت هو عبارة عن وده تمانية في المية يبقى انت عندك مجال الاول المجال رقم واحد هو الاشخاص المجال رقم اتنين العمليات المجال رقم تلاتة بيئة العمل طيب انا في مجال البيبول هاخد ايه هاخد رقم واحد هتعامل مع ادارة النزاع رقم اتنين قيادة فريق العمل رقم تلاتة دعم اداء الفريق اربعة تمكين اعضاء فريق العمل والمعنيين رقم خمسة ضمان تدريب اعضاء فريق العمل والمعنيين بشكل كافي رقم ستة تكوين فريق العمل كمام رقم سبعة التعامل مع العوائق والموانع التي تواجه فريق العمل وازالتها ودي مهمة جدا التفاوض في اتفقيات المشروع والتعاون مع المعنيين واشراك فرق العمل الافتراضية ودعمها رقم اتناشر تحديد القواعد الاساسية لفريق العمل رقم تلاتاشر توجيه المعنيين زوي الصلة رقم اربعتاشر اداء او دعم اداء فريق العمل من خلال تطبيق الزكاء العاطفي طيب ده بالنسبة للدومين اللي هو الاشخاص ويمثل اتنين واربعين في المية دومين رقم اتنين اللي هو البروسيس وده احنا بنحاول او بندرس فيه النقاط دي ودي حتة مهمة جدا رقم واحد تنفيذ المشروع بالسرعة المطلوبة لتحقيق مردود الاعمال رقم اتنين ادارة التواصل رقم تلاتة تخطيم المخاطر وادارتها رقم اربعة اشراك المعنيين رقم خمسة تخطيط الموازنة والموارد وادارتها رقم ستة تخطيط الجدول الزمني وادارته رقم سبعة تخطيط جودة المنتجات والتسليمات وادارتها تمانية تخطيط النطاق وادارته تسعة دمج انشطة تخطيط المشروع رقم عشرة ادارة تغيرات المشروع رقم 11 تخطيط المشتريات وإدارتها رقم 12 إدارة نتاج أو نتاجات المشروع رقم 13 تحديد منهجية أو أسليب المشروع والممارسات المناسبة لي 14 وضع هيكل حوكمة للمشروع رقم 15 إدارة مشاكل المشروع رقم 16 ضمان نقل المعرفة لاستمرار المشروع رقم 17 إغلاق المشروع أو المرحلة أو العمليات وإدارتها وبعدين هناخد الجزء الأخير أو المجال التالت اللي هو بيمثل 8% اللي هو بيئة العمل وده هنتعرف فيه على تخطيط امتسال المشروع وإدارته رقم 2 تقييم منافع المشروع ومردوده وتحقيقها رقم 3 تقييم تغييرات بيئة العمال الخارجية والتعامل معها لمعرفة مدى تأثيرها في النطاق رقم 4 دعم التغيير المؤسسي وبالتالي احنا هنقدر من الفيديو ده 4 دقايق تقريبا أو 5 دقايق شفنا ايه محتوى كورس البي ام بي بالكامل وهو عبارة عن 3 مجالات البي بول الأشخاص وعبارة عن البروسيس تمام العمليات ورقم 3 البزنس انفيرومنت اللي هي بيئة الأعمال ونشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بإدارة المشاريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته